بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة والأخوات حياكم الله جميعا في لقاء جديد من لقاءات مقرر الثقافة الإسلامية درسنا في هذا اللقاء درس مهم وهو يتكلم عن أحكام النكاح وأركانه وشروطه وقد قلت فيما مضى أن عقد النكاح ميثاق بين الزوجين وهو غليظ كما وصفه الله جل وعلا في قوله وأخذنا منكم ميثاق غليظة فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه والنكاح له تعريفات كثيرة عند العلماء ومن هذه التعريف قالوا في تعريفه أنه عقد شرعي يتضمن حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر وله تعريفات كثيرة عند أهل العلم لا يتسع المقام لذكرها ولا لما يرد عليها من مناقشات واعتراضات أما حكم النكاح فهو في الأصل مندوب إليه لكثرة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي وردت في الترغيب والحث عليه فهو في الأصل سنة ومن ذلك قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أما حكم النكاح إذا أتينا إلى التفصيل وإلى النظر إلى حال الشخص المتزوج فإنه يختلف باختلاف الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعدادا لتحمل هذه المسؤولية العظيمة وبالتالي تترتب عليها الأحكام التكليفية الخمسة فقد يجب على الشخص وقد يندب وقد يكره وقد يباح وربما قد يحرم على الرجل أن يتزوج فيكون النكاح واجب إذا كان يخاف على نفسه الزنا إذا تركه لأنه أي الزواج طريق لإعفاف النفس من الحرام ويستحب النكاح إذا وجدت هذه الشهوة وعدم الخوف من الزنا لوجود المصالح والاجتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء ويباح النكاح إذا عدمت الشهوة والميل إليه كالرجل الذي ليس له رغبة في النكاح مثلاً وليس له رغبة في النساء أو الكبير فيكون مكروها له في هذه الحالة لأنه يفوت على المرأة خارط صحيح من النكاح وهو إعفافها والإضرار بها أيضاً ربما يحرم النكاح على الشخص إذا لم يقدر على النفقة ولم ترضى المرأة بذلك لأن فيه تعريضاً لهذه المرأة للخطر وأيضاً للفاحشة يحرم أيضاً كما يقول العلماء على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين لأن فيه تعريضاً للذرية للخطر واستيلاء للكفار ربما عليهم ولأنه لا يأمن على زوجته منهم هذه هي خلاصة حكم النكاح بالتفصيل فهو يجب في حالات ويندب أيضاً وربما يحرم ويأتي في حالات يكره فيها ويباع فيما عدا ما ذكر من الحالات أما المسألة الأخرى وهي أركان النكاح فالركن هو الشيء الذي لا يوجد ذلك الشيء إلا به بمعنى أن وجوده حتمي ومهم وللنكاح أركان ثلاثة الركن الأول من أركان النكاح وجود الزوجين الخاليين من الموانئة التي تمنع صحة النكاح فلا تكون مثلاً المرأة من اللواتي يحرمنا على الرجل ولا يكون الرجل مثلاً كافراً والمرأة مسلمة الركن الثاني حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقاماً بأن يقول للزوج مثلاً زوجتك فلاناً الركن الثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقاماً بأن يقول قبلت مثلاً هذا النكاح والنكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج كما اختار هذا كثير من العلماء أما شروط النكاح فسأنبه هنا إلى أمر مهم وهو أن للنكاح شروط وفيه شروط فعندنا شروط صحة النكاح وعندنا الشروط في النكاح وسأبين الفرق بينهما بإذن الله في اللقاء القادم الذي يهمنا في هذا اللقاء هي شروط صحة النكاح وهي أربعة الشرط الأول تعيين الزوجين فلا يكفي أن يقول فلان مثلاً زوجتك بنتي إذا كان له عدة بنات أو يقول مثلاً زوجتها ابنك وله عدة أبناء فلابد من التعيين بأن يقول مثلاً محمد خالد عبد الله أو يقول فاطمة عائشة زينب ويحصل هذا التعيين إما بالإشارة إلى الشاب أو إلى الفتاة أو بالتسمية أو بالوصف بما يتميز أو تتميز به عن غيرها الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر فلا يصح الإكراه على الزواج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن الشرط الثالث من شروط النكاح هو الشهادة على عقد النكاح الشهادة على عقد النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والشهادة في النكاح أمرها مهم لأن هذا العقد يتعلق به حقوق أخرى غير حق الزوج والزوجة كحقوق الأولاد مثلاً والمحارب فاشترطت هذه الشهادة لضمان تلك الحقوق أيضاً لأن عقد النكاح كما ذكرت عقد عظيم لارتباطه بالأعراض والإشهاد ينفي التهم التي ربما تثار حوله الشرط الرابع والأخير هو وجود الولي وجود الولي فلا بد أن يعقد على المرأة وليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله تعالى خاطب الأولياء في النكاح فقالت جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أي لا نكاح موجود في الشرع إلا بولي وأيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهنا يأتي مسألة مهمة في مسألة الولي وهي ما يسمى بمسألة العضل أو عضل الولي بأن يمنع الولي المرأة من التزوج بكفؤها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه لأن العضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعها من حقها في التزويج بمن ترضاه وقمنها الله جل وعلا عن هذا الظلم بقوله فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن لكن إذا تحقق هذا العضل من الولي دون سبب مقبول فإن الولاية تنتقل إلى السلطان أو إلى الولي الآخر فيقوم السلطان أو نائب السلطان مقام الولي لإزالة الظلم لكن أيضا هنا مسألة مهمة وهي من هو الولي؟ ولي المرأة هو أبوها ثم وصيه فيها ثم الجد لأب وإن على ثم الإبن وبنوه وإن نزلوا ثم أخوها ثم أخوها لأبيها وهكذا في الترتيب المعروف في كتب الفقهاء هذا باختصار هو حاصل القول في أركان النكاح وشروطه فنقول أركان النكاح باختصار ثلاثة الزوجان الخاليان من الموانع الثاني الإيجاب الثالث القبول شروط صحة النكاح تعيين الزوجين رضا كل من الزوجين بالآخر الشهادة على عقد النكاح وجود الولي وفائدة الاختلاف وهنا لمحة يسيرة عن فائدة الاختلاف في هذا الأمر أن فائدة الاختلاف في تحديد الركن والشرط هو أن الركن كما ذكرت يعتبر تحققه عند العقد بينما الشرط يعتبر وجوده عند العقد لا تحققه فالركن إذا لم يذكر في العقد فلا وجود للعقد أصلا وفي الشرط يكون العقد موجود لكن يتوقف العقد على وجود هذا الشرط وعلى هذا إذا لم يوجد مثلا الإيجاب والقبول فلا وجود للعقد عند عامة الفقهاء لاتفاقهم على أنها أنهما أي الإيجاب والقبول من أركان عقد النكاح وأيا كان الأمر فإن وضع هذه الأركان والشروط الهدف منها حماية الأسرة التي سيتم إنشاؤها من الإختلاف والتصدع والتفرق والتفكك وأيضا تهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة من الزواج والنكاح والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آده وصحبه وسلم